عبرت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها ورفضها لتصريحات مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة التي أشارت فيها إلى أنها لا ترى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستساعد على التوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن هذه التصريحات الأمريكية لا ترقى إلى موقف واشنطن التي تتحدث عن حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية حق أصيل ومطلب لم ولن تتنازل عنه وإن شغلتها مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بهذا الحق طالبت السلطة الفلسطينية منذ مطلع أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعليه أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة عن دعمها السابت لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مؤكدة أن هذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذ ذلك ليس فقط منذ عام 2011 بل منذ عام 1948 المجموعة العربية أشارت إلى مواصلة جهودها للعمل بشكل بناء مع مجلس الأمن على تحقيق مسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ولسيما مسؤولياتها تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني ويتزامن موعد مناقشة عضوية فلسطين مع اكتماع مقرر لمجلس الأمن بحضور وزراء خارجية عدد من الدول العربية لمناقشة الوضع في غزة وتأمل فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتمتع بحق الفيتو عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى وبحسب لجنة في مجلس الأمن تنظر في الطلب فإنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير أو ينقصه ذريعة تساهم على رفضه مجدداً